اشتركوا في القناة ويروي للقراء المراحل التاريخية عبر الزمن والتي شهدتها مدينة الرفاع بكل فخر واعتزاز وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على أهمية الحفاظ على الإرث التاريخي لمملكتنا الغالية ومسيرتها الحضارية والتنموية في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وجهود صاحب سمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في ترسيخ مكانة المملكة كأرض للحضارات عبر التاريخ وأشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد بجهود القائمين على إعداد الكتاب وما يوثقه من شواهد تاريخية لمدينة الرفاع التي تدل على عراقة وأصالة هذه المدينة الكبيرة وإحدى أهم مدن المملكة ودورها التنموي في المملكة مشهيدا سموه بجهود محافظ المحافظة الجنوبية على دوره البارز في تقديم المبادرات المتنوعة في ترسيخ قيم وأصالة تاريخ الرفاع من جانبه قدم سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة شكره وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على جهوده المبذولة في تحقيق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله